مشكلة حجازي كمان برضو نتكلم فيها بشكل عاجل أنا بصراحة نتكلم في الموضوع ده كلنا بصراحة كشارع رياضي مصري وكصحفين فيه تحامل شوية على الفكرة بالنسبة ليه الجهاز الفني المتخب مصر أنا وجهة نظرين أن الجهاز الفني لم يخطئ في ملف أحمد حجازي ليه سببين؟ السبب الأولاني أن أحمد حجازي كان مفترض أنه يمتسل ليه قرارات الجهاز الفني بسواء بإشراكة وعدم إشراكة إذا كان بيطالب منه إحماء عشان كان رمي ربيع بيشتكي وكان فيه قرارات إذا كان هيخرج أو ما يخرجش فأنا بطلب منك كلاعب أن أنت تقوم تسخن ده دوري أنا كجهاز فني ودورك أنت تنفذ التعليمات ثم بعد كده كمان الأمور بتعدي وكابتن حسام حسن في المؤتمر صحفي بيجي يقول شاد ده واللعب عنده رغب أن هو يشارك ولاء بعدها ينزل كمان على حسابه على إنستجرام بيقول أنا ممشتش بالمنتخب ده هم لمشوني ورفض ذكر حتى اسم كابتن حسام حسن بيقول الجهاز الفني هو اللي طلعني وبيتكلم على إن الخلاف اللي حصل ده هو وصفه بالمشد وبيقول المشد اللي حصل لديك على المرأة ومسمع من الجميع أعتقد أنه لعب محترف صيغة اللفظ موضوعها هي مش مشد ما ينفعش يكون بينك وبين الجهاز الفني مشد تاني حاجة للالتزام بتعليمات الجهاز الفني ده شيء محترم جدا ومقدس إحنا عارفينه في أي حتة في الكرة دائما بنضرب المسأل دائما باللعب اللي بيلتزم بتعليمات الجهاز الفني شوفنا أمثلة كبيرة في الآخر القرار بيكون للجهاز الفني وليس للعب استبعد أحمد حجاز هيأثر معانا من ناحية الفنية لأنه نينج بي كبير جدا لكن في نفس الوقت احترام قرارات الجهاز الفني يعتقد أنها أولوية قصوى لأن كابتن حسام حسن عامل طفرة كبيرة مع ده منتخبنا محتاج لدعم ومحتاج كمان أن اللعيبة محدش يتكبر على دوره هو يمكن بالدائق شوية نتكلم على حمد فتحي أن اللعب أصلا مركزه الأساسي خط وسط بلعب في قلب الدفاع بيحييه في مكان جديد تماما وجاب كمان لعيبة تانية زي أحمد رمضان بيكهم زي لعب من سراميكا كلوباطرة مجموعة لعيبة وبيشوف أنه في وسطهم محتاج دور أكبر ده طموح مقبول ولكن لا يتعدى أنه وصل لمرحلة الغروج كابتن حسام حسن نفسه في 2006 كان قاعد على دكة في منتخب كابتن شحاية مزوط فإحنا بنتكلم في فكرة أن مقتضايات المباراة هي اللي بتقول الالتزام محدش كبير على المنتخب حضرتك ذكرت 2006 في اللقطة الشهيرة بتاعت كابتن أحمد حسن ميدو وكابتن حسن شحاية في جيل كان لسه بيتم تكوينه وكان مجرد لسه عاجين مع كابتن أحمد حسن ميدو المحترف الوحيد المتسمى بالعالمي لما جاء اعترض الناس لحد اللحظة دي متذكر الموقف وبالضبط وبتلوم على أحمد حسن ميدو ميدو بيقول لو راجع بعض زمن عمري ما كنت عمل لقطة زي دائرة هي كتحية كاريكاتورية ظهرت حتى في بعض الأفلام الكوميدية يمكن وقتها كان في فيلم طبعا نستهلكوها شكل كوميدي يا أحمد ميك لونا بفكرة صحة لمك مزبوط مارتين يول كمان لما كان مسك توتن هام والاعتراض الشهير بتاع كابتن حسن غالي رحل برضو رغم انه هو ما كانش بياخد فرصة دايما التاريخ لا ينصف اللعبين اللي بيعترضوا على الجهاز الفني أبدا فإحنا بنقول لكابتن أحمد حجازي علينا هو يرجع نفسه إن شاء الله وبالذات في العلن في العلن طبعا وانت كمان بتصعد أكتر كابتن حسن في المؤتمر الصحفي بيهدي وكابتن حجازي بيعلي يعني كابتن حسن قال ده لاعب وأنا حاسس به ولكن أنا استشعرت أنه مش جاهز نفسيا والنقطة دي مهمة جدا هو بيقول مش جاهز نفسيا للقاء ما قالش بدنيا ولا قال فنيا ولا حتى زينا اللي أقولك نفسيا وده دور ما عرفوش غير بقى مدير فني لعب كرة قبل كده هو حاس إنه يمكن أحمد حجازي مش مهيئ إنه هو يشارك في هذا اللقاء قرار لازم يحترم ولكن لقينا بعد كده إن أحمد حجازي بدل ما هو يعني يحاول إنه هو يهدي أو ينازل بوست دعم للمنتخب ويقول إنه هو يحترم قرارات الجهاز الفني بيقول لا أده تم استبعادي عشان المشدى وعشان وعشان فالتصعيد ده ونتمنى أنه يهدى ونتمنى أن ينازل بوستها تظهر ونلاقيه إن شاء الله في المعسكر الجاه